أقام جمعية دار الكتاب المقدس بالشراكة مع الإدارة العامة لمدارس بطرياركية الروم الأرثوذكس في الأردن مسابقة الكتاب المقدس للعام الدراسي الجاري وقد شاركت في المسابقة 11 مدرسة من مدارس البطرياركية المنتشرة في محافظات المملكة ممثلة ب150 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار وقد فازت مدارس فئة الصفوف الصغرى بالمراكز الثلاثة في كل من الفحيص والسلط وعنجرة أما فئة الصفوف الكبرى فقد فازت في المسابقة مدارس الفحيص وصفوفية مكرر كما فازت طالب يعمل حجزين من مدرسة الروم الأرثوذكس الفحيص كأفضل متسابقا عن فئة الصفوف الصغرى والطالب جورج طاشمان بالمتسابق الأفضل عن فئة الصفوف الكبرى